اهلا بكم الى النقاش المغاربي ثلاثة ملفات طبعة الاسبوع بداية من الجزائر حيث دعا حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الى الترشح لولاية خامسة في انتخابات 2019 ما اثار جدلا واسعا وطرح تساؤلات عن مدى قدرة الرئيس على الاستمرار في الحكم وهو الذي تعرض في ابريل من عام 2013 لجلطة دماغية افقدته القدرة على الحركة ومخاطبة الشعب ملفنا الثاني المغرب وجلسات محاكمة ناشط حراك الريف بينهم ناصر الزفزاف بعد عام تقريبا على توقيفه زعيم الحراك مثل امام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء اعتبر محاكمته سياسية بامتياز وهو ملاحق باتهامات ثقيلة تصل عقوبتها الى الاعدام من بينها المساس بامن الدولة والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة نختم من تونس وزيارة قام بها زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي الى مقر مفوضية الاتحاد الاوروبي في بروكسل حيث التقى هناك وزيرة خارجية التكتل فدريكا موغريني كما التقى رئيس البعثة الاوروبية لمراقبة الانتخابات البلدية في تونس والمنتظرة في السادس من ايار مايو المقبل لهذا النقاش ارحب هنا في الاستيوديو بضيوفي الكرام ابدأ معك استاذ عبد الرحمن مكاوي استاذ جامعي وخبير في شؤون الامنية والاستراتيجية اهلا بك معنا وفي الجهة المقابلة مصعب حمودي باحث العلوم السياسية والى جانبه عماد الدين الحمروني مستشار وخبير في الجغرافية السياسية في باريس اهلا بكم اهلا وسلم اذا نبدأ مشاهدين الكرام من الجزائر التي خرج رئيسها في ظهور نادر بعد غياب طويل عبدالعزيز بوتفلي قدشن مسجد كتشاوة العتيق في العاصمة وذلك بعد ترميمه كما افتتح تمديد خط متر الأنفاق وهو مقعد على كرسي متحرك بيل كاد حرك يديه لتحية شعبه ظهور بعد اقل من 48 ساعة على دعوة حزب جبهة التحرير الوطني لترشحه لولاية رئاسية خامسة استاذ مصعب ابدأ معك في هذا الملف هل هذا الظهور النادر لعبدالعزيز بوتفليقة يأتي ليؤكد قبوله الترشح كما دعاه الى ذلك حزب جبهة التحرير الوطني في البداية اود اعادة الترحم على ارواح ضحايا الطائرة والتي يعني هم من بسطاء المجندين الذين دفعوا تمنى رداء المستفحلة في بلد اسمه الجزائر فيما يخص صورة الرئيس يعني فأرى ان صورة اصبحت ابلغ من الكلمات لان هذا السؤال اصبح متجددا وتواكبه صور اكتر بلاغة من الاجابات فاصبحت الان صورة رئيس تكرم اصبحت الان يؤتى بصور ويضع عليها ميداليات فنحن الان يعني لو نلعب بالكلمات امام صور متحركة يعني وهي التي تجسد الوضع بطريقة بلغة جدا فنعم هو يعني المرحلة الزمنية بين عرض وولد عباس وطبعا وولد عباس لا يتحدث من تلقاء نفسه هو دائما يتحدث باعاز المنظمة الحاكمة يعني بمكوناتها العسكرية والمالية المغلة في الفساد فهو اذا اتى تلقى الاوامر قبلها عرضها استلمها الرئيس ونفذها فنعم هذا الوقت بان هناك قبول وهو لا ينظر الى غير ذلك هو يرى نفسه رئيسا مدى الحياة الى ان يتوفاه الاجل اتوجه الى الاستاذ عماد الدين يعني حزب جبهة التحرير الوطني وامينه العام جمال وولد عباس قال ان الحزب واعضاؤه دعوا بتفليقة الى الاستمرارية في الحكم وليس الترشح بمعنى الترشح لولاية خامسة يعني ما رأيك في هذه الدعوة وهل يوحي فعلا بالدعوة الى الاستمرارية وليس الترشح اولا اود ان اتقدم بالتعازي للجزائر شعبا وقيادة وجيشا لاستشهاد يعني جنود الجيش الشعبي الجزائري الابطال الذي الجيش هذا قدم يعني الكثير من الشهداء في مقاومة يعني الارهاب ولكي تكون الجزائر ما هي عليه اليوم فالمؤسسة العسكرية مؤسسة همة جدا داخل الحكم الجزائري وداخل المنظومة الشعبية الجزائرية في العودة الى قضية العهد الخامسة ودعوة الرئيس بوتفليقة يجب ان نذكر ان الرئيس بوتفليقة نفسه في خطاب شهير في سنة 2012 يعني دعاء الى التجديد دعاء الى تجديد الطبقة السياسية واجاد يعني الدور للشباب الجزائري وإلى اعطاء هذا النفس الجديد للطبقة السياسية لكن المرحلة التي نعيشها المرحلة بالإقليم والمرحلة العالمية تطلبت بان يبقى السيد بوتفليقة على رئاسة الحكم رغم يعني تعرضه لهذه الوعكة الصحية وللإشارة ليس للرئيس الوحيد الذي يعني له وعكة صحية أو يعني لا يمارس يعني على الاقل دوره كرئيس يعني نحن ربما منذ وقتنا طويل لم نستمع الى الرئيس بوتفليقة فبالتالي مؤسسة الرئاسة نعم فيها نواقص في هل رئيس الجمهورية يؤدي دوره بالكامل ام لا بالطبع لا ولكن المؤسسة يجب ان نأخذ الرئاسة كمؤسسة وليست كشخص في السيد بوتفليقة فبالتالي جبهة التحرير التي هي يعني الحزب القوي داخل الجزائر والحزب الذي يعني ساهمة مساهمة فعالة في استقلال الجزائر فبالتالي هذا الحزب عندما يطالب يعني عهدة خامسة هو ليس فقط بالمعنى المنادات يعني أن ينادي الرئيس بوتفليقة ليبقى في الحكم كما تفضل صديقي وزميلي مصعب بأن رئاسة مدى الحياة هل تقصد أنه يهيئ الرأي العام؟ لا ندري هل الرئيس بوتفليقة سيتقدم أو سيترشع أم لا ولكن يجب أن نؤكد أن بالمعنى الاستراتيجي الجزائر لها دور كبير في الاستقرار العام في منطقة الشمال الأفريق هذا الدور الذي تلعبه الجزائر ومع المشاكل الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية داخل الجزائر اليوم هل يجب أن نتكلم وكأننا أمام حالة من الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية حتى نتكلم في من سيرأس الجزائر أم لا؟ هل سيترشح من الترشحون آخرون مع الرئيس بوتفليقة إن تقدم للعودة الخامسة أم لا؟ هل يمكن أن يكون هناك رئاسة أو رئيس بتوافق ما بين المعارضة وجبهة التحريض؟ هذه كل أسئلة مطروحة بالطبع يعني بحسبك بوتفليقة هو الحل الأمثل نظرا للسياسية الإقليمي والعالمي الحالي هذا رئيس منتخب يعني يجب أن يبقى عفوا هذا رئيس منتخب يعني نحن نتكلم لا نتكلم على ملك من من؟ نحن نتكلم هذا رئيس منتخب لا نتكلم لا نتكلمه الشعب الجزائري فإذا أراد الشعب الجزائري أن ينتخب رئيسا آخر سينتخب الشعب الجزائري يجب أن نعطي فرصة لهذه الشعوب نحن نتكلم على شعب الجزائري ونتكلم على أشخاص بالعباس أو بوتفليقة أو غيرهم مع كل الاحترام الذي نكنه لهم ولكن طرح هذه المسألة كل ما ظهر الرئيس بوتفليقة هو ظهر يعني هذا الظهور وهو مسألة رمزية ومهمة في التوقيت لأن هذا الظهور لنقول أن الرئيس بوتفليقة موجود وهو حي وهو يمارس دوره كرئيس وهذا ما قاله الحزب الحاكم دعنا نسأل أستاذ عبد الرحمن يعني الحزب الحاكم حزب جبهة التحرير الوطني وزير الخارجية في حوار مع فخونز وانكات قال إنه يمارس عمله بشكل عادي أعتقد أولا بدوري أتقدم بالتعازي إلى عائلات المفقودين والقتل في الفاجعة الجوية العسكرية التي وقعت قرب القاعدة العسكرية لبوفاريك وهم أشقاء وهذه خسارة لكافة شعوب المغرب العربي بالنسبة لسؤالك حول تصريح جمال أولد عباس جمال أولد عباس ما هو إلا انعكاس للقرارات تخذت من طرف نظام شامل النظام كما قال زميلي يضم المؤسسة العسكرية ورجال الأعمال والمال والقضاء إلى غير ذلك وحسب مسؤول جزائري فإن هذا النظام يضم أكثر من خمسة ملايين شخص فهذا النظام بالنسبة لبوتفليقة لا يمثل فيه إلا عنصر بسيط فهنا نحن أمام احتمالين أساسيين إما أن النظام لم يجد خلفا للرئيس بوتفليقة متوافق عليه وإما أن النظام رأى في استمرار الرئيس بوتفليقة وضعية مريحة له إلى أن يتوفاه الله كما تمنى على كرسي الرئاسة سيد عبد الرحمن المعارضة تقول أن النظام وصل إلى طريق مسدود وهو عاجز عند جديد نفسه ما رأيك؟ لا أعتقد أن النظام وصل إلى طريق مسدود فالنظام له آلياته وله طرقه ليقوم بخلافة أي رئيس فالرئيس بوتفليقة لا يمثل إلا جزء بسيط من النظام النظام هو مجموعة عوامل وفعاليات متداخلة لها مصالح معينة تدافع عنها وبالتالي فالرئيس بوتفليقة إذا سمح له النظام بالاستمرار نظرا لمصالح النظام فهو سوف يستمر وإذا لم يسمح له النظام بالاستمرار وأوجد خليفة له فإن هذا النظام سوف يفرض هذا الخليفة أليس هو من وضع هذا النظام أليس بوتفليقة من شكل هذا النظام لا أعتقد أن جيل التورا بدأ ينقارد وهناك أجيال أخرى رأينا في شبكات التواصل الاجتماعي كيف أن الشباب يشفقون على رئيسهم ويتمنون تشبيب الحياة السياسية في الجزائر رأينا أن العوام من الشعب الجزائري غير متفقين على هذه العهدة الخامسة ولكن جمال ودعباس انطلق في تنصيب لجان انتخابية لمساندة الرئيس تحت شعار حصيرة الأربع عهدات ومن هنا سؤال تالي أستاذ عبد الرحمن هل نحن أمام مرحلة مسبقة لخوض الانتخابات أستاذ مصعب نعم علينا أن نفهم طابع النظام في الجزائر لأنه يجب الإجابة على هذا السؤال ليس بوتفليقة من وضع النظام النظام قائم بهذه الصيغة العسكرية على الطريقة الناصرية العربية منذ الأول انقلاب في الجزائر على الحكومة المؤقتة لم يأتي برجاله ألم يغير القيادات في جهاز المخابرات لو نأخذ مثلا بوتفليقة في حد ذاته بوتفليقة كان يشتغل مع رئيس الراحي الهواري بوميديا لا أجد أي تجديد يعني له وقت مضى يعني كان يمكن أن يذهب ويستريح لا أدري لماذا يواصل في مثل هذا النمط إجابة كذلك على مسألة الانتخابات الانتخابات منذ ما جئ بوتفليقة كرئيس وتوافق الجهاز العسكرية بين جهاز المخابرات وقيادة الأركان عليه كرئيس جميع الانتخابات الأربعة التي خاضها كانت بسيناريوهان إما مقاطعة أو تزوير فاحش وواضح فلذلك لن تستطيع الحديث عن مسار سياسي سيد علي بن فليس شارك وتحصل 99 قال ابن إبراهيمي كان هو من تحصل على الأسوات هل هذا تزوير أو لا؟ لكن أعتقد أن السيد مصعب يعني التزوير يبقى محصول في إطار الاتهامات والانتخابات تمت بحضور مراقبين دوليين ومحليين يعني لا يمكن القول بأن الانتخابات كانت مزورة على مدى العهدات السابقة لا نملك دليلا على ذلك التزوير أوضحته الصحافة فطالبت من باب ذلك بعض العناصر المعارضة أن تقام محكمة يقام تحقيق فرفضت الدولة فنعم هنا تجب الإدانة لأن الحكومة ترفض النظر في الملف ويعني التقارير الصحفية واضحة بتسجيلات وبكل شيء الباقي يبقى المقاطعة في العديد من المرات قطعت الانتخابات الجزائرية فعلينا أن نفهم أن هذه المنظومة نواتها الأصلية هي عسكرية على الطريقة العربية كما ذكرت تبقى واجهة مدنية تعتمد على المال الفاسد وعلى منظومة فيها احتكار للسلطة هي التي تواصل مقاليد الحكم يجب أن نفهم كذلك أن هذه المنظومة أتت الان إلى التآكل هي في مراحلها نهائية خاصة لأنها تأخذ شرعية يعني أنت تختارك من الأستاذ عبد الرحمن النظام وصل إلى طريق مسدود وصل لأن هناك الحجاجية الشرعية الثورية التي لم تعد تأتي أكلها والمشكلة أن النظام بقايا هذا النظام لا ترى ذلك ولا تريد أن تراه ومن هنا مكمن الخطر فالخطر هنا أن المشكلة لم يعد مشكلة بوتفليقة أو الجنرال فلان أو علان أو توفيقة ولا صحة الرئيس وسلم صعب لا المشكلة هو البلاد الوطن هذه الدولة الدولة الآن في أمام خطر محدق حقيقي يجب الطائمين على السلطة أن يفهموه هناك خطر دولة في الحقيقة هناك أزمة اجتماعية خانقة نحن نتحرك المعلمين والأساتذة والأطباء يعني هناك ملفات اجتماعية أزمة اقتصادية أكبر منها اجتماعية في أول حكم الرئيس بوتفليقة كانت هناك وفرة نفطية وفرة مالية الآن العالم شهد أزمة في السيولة أزمة مالية وأزمة خطر فبالتالي هناك أزمة حقيقية نحن يجب أن نعترف ويجب على المسؤولين في الجزائر أن يعترفون هناك أزمة حكم في الجزائر أزمة حكم ليس لأن الدولة في خطر الدولة في الجزائر مستقرة دولة مستقرة ودولة تحافظ حتى ليس فقط على استقرار الجزائر واستقرار كل المنطقة وهذا بالإشادة بكل المنظمات الدولية والدول الكبرى كفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة سنعود إلى النقاش عفواً عفواً فبالتالي النقاش الدائر النقاش الدائر في المسألة السياسية هو نقاش يتحمله المعارضة المعارضة الجزائرية لا تملك البرامج المعارضة الجزائرية سنعود إلى هذه النقطة بعد التذكير بأبرز العنوين لحظات فقط أهلا بكم من جديد في النقاش المغاربي أعود وأذكر بضيوفي هنا في الستيوديو الأستاذ عبد الرحمن مكاوي أستاذ جامعي وخبير في شؤون الأمنية والاستراتيجية وفي الجهة المقابلة الأستاذ مصعب حمود بحث في العلوم السياسية وإلى جانبه الأستاذ عماد الدين الحمروني مستشار وخبير في الجغرافيا السياسية في باريس كنا نتحدث عن المعارضة واتهامات من ضيف عماد الدين للمعارضة الجزائرية بعدم تحولها على برنامج هناك أزمة معارضة نظام سلطوي لا توجد فيه معارضة والمقاربة التي تسميها سأعود إليك سيد مكاوي سأعود إليك وستأخذ حقك من الرد المقاربة الجزائرية مع الدول العظمى هي واضحة وبسيطة جدا الجزائر تقول سنمنحكم الدعم المالي واللوجيستي لمحاربة الإرهاب على أن تبقونا كطغمة في الحكم بسيطة جدا لأنه نظام سلطوي لا يعترف بمعارضة الجيش الجزائر لم يقاوم الإرهاب لا يعترف دفع لمقاومة الإرهاب فتح أجواءه السيادية لمحاربة مالي وقصف يعني جيش الجزائر في حدثة تيغان تورين في حدثة تيغان تورين في حدثة تيغان تورين أربع سيارات قامت بعملية هوجاء في مركب جازي يا سيدي أفهم أنك قد تدافع على نظام سلطة وأفهم ذلك لا بأس دعنا نأخذ رأي أستاذ عبد الرحمن أستاذ عبد الرحمن تفضل هل تختلف سيد عبد الرحمن مكاوي هل تختلف ربما الأجواء التي سادت في انتخابات 2014 عن هذه الأجواء الآن الموجودة حاليا في الجزائر؟ أولا أعود إلى نقطتين أساسيتين كمتابع يعني دارس للشؤون الجزائرية منذ 1830 الآن أرى أن النظام الجزائري خلقته المخابرات سنة 1958 من طرف الكولونيل بوسوف وهو الذي نسج عقيدة الجيش الوطني الشعبي وهذه العقيدة لا زالت قائمة إلى الآن فالنظام له كأخطبط متشعب في جميع الأماكن وهو الذي إما يفرض الرئيس إذا وجد خليفة أو لا يفرضه كجول الدول العربية سيد عبد الرحمن هناك الرئيس متفليقة ودول عظمى من فيها فرنسا يعني أعطت الدول الأخضر إلى جماعة الرئيس للعهدة الخامسة فرأينا تصريحات الرئيس ماكرون ورأينا بعض الأصوات في الإمارات وفي المملكة العربية السعودية تثمن هذه العهدة الخامسة ولكن الشعب الجزائري وفعالياته وجمعياته المدنية والسياسية لا ترى في هذه العهدة الخامسة إلا تمديد لهذه المشاكل التي يتخبط فيها هذا الشعب من إضرابات اجتماعية واقتصادية وأن الجزائر مهددة كما هي مثيلتها بالإرهاب ومهددة بالانفلات الأمنة في جارتها ليبيا ومهددة بمشاكل متعددة ولهذا الجزائر في حاجة إلى جيل جديد يسعى إلى ترميم الديمقراطية هذا النظام وقلت إنه ليس محصورا في الشخص هنا ربما نسرد بعض الأرقام عند وصول عبدالعزيز بوتفليقة إلى الحكم عام تسعة وتسعين كرس فكرة الوئام الوطني أو المصالحة الوطنية التي أنهت العشرية السوداء نسبة البطالة تراجعت من تسعة وعشرين في المئة آنذاك إلى ما يقارب عشر في المئة بحسب الأرقام الرسمية سبعة عشر بحسب الخبراء وقد أطلق عدة مشاريع تنموية في الجزائر رغم اتهامات الفساد وما إلى ذلك في إطار الخطة الخماسية على عدة مراحل ألا يشفع ذلك للرجل أولا فيما يخص قضية الوئام المدني أو الوطني لقد بدأت العملية في عدد الرئيس لمين زروال نقول كرس هذه الفكرة يعني جسدها على الأرض الواقع فهو جاء في المرحلة الأخيرة من هذه المسلسل في الفعل هي فكرة اليمين زروال اليمين زروال والجنرال إسماعيل العماري وبالتالي فبوتفليقة جاء لتلميعي وترميمي هذه الصورة المدنية التي ركب عليها في عدة إصلاحات ولكن بالنسبة الاقتصاد قام بإنجازات لا تنكر هذه الإنجازات بالنسبة للشعب الجزائري ولكن أنه لا زالت هناك مشاكل داخلية في الداخل الجزائري وهناك مشاكل خارجية ينبغي للنظام المقبل أو السلطة الانتقالية التي سمعنا في بعض المنابر تتكلم عنها أن تقوم بإعادة اللحمة إلى الشعب الجزائري وبسط الديمقراطية لأن الديمقراطية في الجزائر هي السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة ومن سداد النظام هذه اللحمة سيد مصطعب ألم يحققها مجي أبو تفليقة إلى الحكم والخروج من العشرية السوداء 19 سنة من وجوده في السلطة لا يوجد هناك ميزة أو ربما نقطة إيجابية حققها هذا الرجل؟ لا أرى ذلك لأنه من منطلق المدة 19 سنة هذا حكم ملكي وليس رئاسي ولا جمهوري الوئام المدني أحدث شرخاً في المجتمع المشروعات الخماسية كانت دائماً حبراً على ورق لم تنفذ إلى حد الآن حتى مشاريع البناء البسيطة لم تنجز الباقي كله حبر على المجمع الوطني للإحصاء لا ينشر حتى بيانات لأنه لا يمكن حتى أن نحصل على معلومات وثقة فما علينا أن نفهمه أنه النظام السلطوي لا يأتي بجديد وإنما يكرس سلطة الفرد التي تهدم البلد يجب أن نمر إلى المغرب فقط ملاحظة الملاحظة على الساحة السياسية الجزائرية باختصار شديد حتى نمر إلى ملاحة المغرب لا السباح كانت تحمل فكر الثورة وتحمل فكر لا توجد سياسة في الجزائر وجدت فقط منظمة عسكرية فاسدة ساهدنا منذ عشر سنوات نمو رجال أعمال نحن نرى رجال أعمال يتكلمون أكثر استفادوا من الحرب استفادوا نعم ولكن دور هؤلاء الرجال الأعمال الآن فكر سياسي جديد في الجزائر هذا هو المطروح نمر مشاهدين الكرام إلى المغرب يولد الحاكم العربي وعلى لسانه ثلاث عبارات جاهزة مؤامرة خارجية وأياد خفية وطرف ثالث هكذا أوجز ناصر الزفزافي رده على جزء من التهم الخطيرة التي وجهته بها محكمة الاستئناف في الضاري البيضاء رافضا تهم النزع الانفصالية أو المساس بأمن الدولة قال الزفزافي الزفزافي إن محاكمته سياسية بامتياز أبدأ معك في هذا الملف أستاذ عبدالرحمن مكاوي هل كانت فعلا هذه المحاكمة سياسية كما قال الناصر الزفزافي زعيم حراك الريف في المغرب يعني لا أعتقد أنها محاكمة سياسية يعني كما يسوق لبعض وسائل الإعلام الترويجة له في هذا وقالها أستاذ مكاوي فهناك يعني جرائم ارتكبات وهناك قضاء يقول كلمته بكل شفافية وبكل حرية وتحت أنظار وسائل الإعلام الوطنية والدولية ومنظمات حقوقية محلية ودولية وكذلك حتى برلمانيين من برلمانات بعض الدول الغربية وبالتالي فهناك شفافية وأن مصر رحبه السيد ناصر سفسافي الذي بالنسبة لي لا زال بريئا إلى حد الآن سوف يقوم القضاء وهو السلطة الوحيدة المخولة للنظار في تصريحاته كاملة فالمغاربة متشبتون بدولة الحقيقية والقانون ومتشبتون كدولة بجميع التزاماتهم بالمواتق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ومناهضة التعديد وإذا تبت هناك تجاوز لا يتعلق مصدقية القضاء في المملكة دعيني أكمل من فضل الوجهة إلى ناصر الزفزافي حتى عندما رافع ودافع عن نفسه استشهد بعدة خطابات للعاهل المغربي من بينها خطاب العرش حيث قال إنه يتفهم الاحتجاجات الملك محمد السادس يعني لماذا لا يتفهم القضاء المغربي هذه الاحتجاجات ما دام العاهل المغربي يتفهمها يعني كان في الأول سوء تدبير حكومي من طرف حكومة العدالة والتنمية لهذا الملف فهذا السوء التدبير هو الذي أدى إلى غياب الوسائط وإلى عدم تفهم فلا ينبغي أن نعطي له بعدا سياسيا فكل من تبت عنه قصير في هذا الملف إلا وتم معاقبته عاقبته إقالة وزراء محاسبة العديد من المدراء والكتاب العامون إلى غير ذلك فالدولة تدب يعني الملف أخذ لوحده هذا البعد السياسي ولم نعطيه إياه إذا كنت تقصد ربما الإعلام أو الاتهامات من هنا وهناك تفضل سيد مصعب نعم علينا أن نفهم طبعا نظام الحكم في المغرب نحن أمام نظام ملكي فهذا يعني بالضرورة أنه ليس ديمقراطي أي ليس فيه استقلاليا للقضاء فلنكون واضحين من هذه النحية ولا نتضارب في المصطلحات الملك طبعا نتمنى له الشفاء هو الآن يعالج بين علاج في باريس وصور سيلفي مع قادة آخرين المخزن لا يريد أن تضر مصالحه من هنا المحكمة مسيسة تماما لأن الزفزافي وكل المضربون في الحسيمة طالبوا بمطالب فقط مشروعة طبعا فسيقوا مباشرة إلى المعتقلات وبالمناسبة الزفزافي تعرض حتى للتعذيب سنعود إلى ذلك وستواجههم كل العرقين البنقراطية كذلك محكمة الدليل لا أتفق معك يا زميلي العزيز لا أتفق معك يا زميلي العزيز فالقضاء المغربي قضاء مستقل قضاء مستقل يتشبك بالمواسط الدولية لحقوق الإنسان وينهدوا ونحن كمغاربة متشبتون بمناهد تعييب لماذا الزفزافي فأنا أكرم الزفزافي لنصرح لنصرح بكل حرية عن كل ما جرى له لا يجب أن تكون ملكيا أكثر من الملكيين يا عزيزي أنا أقول لك شيء لماذا يمتل الزفزافي أمام محكمة الجنايات بتهم وهي تقوده حتى إلى الحد الأقصى وهو الإعدام هناك القضاء سيكون الإعدام لأنك تطالب بلقمة عيش يا سيد الإعدام لأنك تطالب بلقمة عيش ستبرأ ساعته ولكن هناك ساعة ردعية لماذا لا يمتل أمام الملكة الجنائية ولا ترفض القضاء المغربي ليس قضاء جمهورية موزية كما تعتقد يا أخ أستاذ عبد الرحمن أستاذ عبد الرحمن أترك الكلمة لأستاذ عماد حدي أنا أتفق مع الأستاذ عبد الرحمن في أن الحكومة حكومة العدالة والتنمية أساءت التعامل عندما بدأت الحركة الاحتجاجية الاجتماعية لأن هذه الحركة لا يجب لا يجب أن ننسى ما وقع في كل المنطقة ما سمي بالربيع العربي وتداعياته في تونس وليبيا ومصر وسوريا وليمن والبحر لكن هذه الاحتجاجات أتفق بعد لا لا هي جزء نحن دائما نتكلم هذه نظرية مؤورة عفوا أن المغرب عفوا أن المغرب لم تصلوا هذه الموجة ولم يعيش وحركة 20 فبراير عفوا عفوا فبالتالي هذه الحركة هذه الحركة حركة احتجاجية اجتماعية في بداياتها شرعية أو لا عفوا نعم 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 ثم تحولت تحولت إلى مسألة سياسية لماذا أقول هذا الكلام يجب أن نقل القراءة الاستراتيجية بالمعنى ما هي الأمن القومي المغربي نحن يجب لا ننسى القضية الصحراوية فإذا وقع أيضا نتكلم على انفصال منطقة كاملة ومنطقة الريف وهذا المشروع هو رفض هذه الاتهامات والنزع الانفصالية أستاذ عماد الدين لا لا أنا لا أتكلم على الشخص لا أتكلم على الشخص الشخص سيحاكم نترك القضاء المغرب يقولوا يعني قولته ويحاكمه ولكن نحن نقول أن هذه المسألة إذا أردنا أن نحلل هذه المسألة بالمعنى السياسي هذا يعني الملفات هي ملفات قديمة يعني ملف الريف ملفات قديمة صحيح هناك لا يوجد مسألة انفصالية نعم هناك ظلم لهذه المنطقة صحيح هناك حيف اجتماعي هناك ظلم اقتصادي هذه المنطقة لابد أن نصلها التنمية ويصلها كذا وكذا ولكن ولكن عندما نتكلم بالسياسة يجب أن نفصل ما بين هو حقوقي يعني مثلا قضية التعذيب هل وقع التعذيب الزفزافي وأصدقاءه وأم لا يجب على الدولة حماية مواطنيها يجب على القضاء أن يحقق في هذه المسائل يتدفع إلى الإعدام ولكن من هنا سؤال السيد عماد الدين الزفزافي قال إنه تعرض إلى التعذيب والاعتداء جنسيا وجساديا لماذا لم يقم البرلمان بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق مباشرة هناك سلطة قضائية مستقلة هناك سلطة قضائية هي المخولة بفتح التحقيق في تصريحات ناصر الزفزافي وماذا تنتظر لتفتح التحقيق القضاء متشبت بالمواتيق الدولية لغرقوق الإنسان قضاء متشبت باتفاقية مناهضة التعذيب ونحن كذلك متشبتون بدولة الحق والقانون ونحن مع الزفزاف إذا تبت أن هناك تجاوزات في حقه كما حدث في فرنسا العام الماضي العام الماضي طلب من والدته مغادرة قاعة المحكمة حتى يقول إنني أغتص على بعد كيلومترات من هنا وقعنا بالشيء وتم التجاوزات وهذه التجاوزات تتم في جميع بلدان العالم التي تدعي الديمقراطية والحرية من السويد إلى فلسف ونحن نرفضها ونطالب القضاء باتخاذ جميع الإجراءات القانونية لأننا نتشبت باتفاقية مناهضة التعديد هل ستغير هذه الاتهامات مجرى القضية وهل ستؤثر على مصدقية القضاء في المملكة وربما المحاكمة لا يجب أن أنت تفضلت في بداية حديثك أن الملك في أحدى خطاباتي قال أتفهم هذه الاتهامات صحيح خطاب العرش نعم نعم فبالتالي الموضوع حقيقي موجود لا يجب أن نغطي عين الشمس بالغربال كما نقول هذه حقيقة موجودة هناك أزمة اجتماعية خانقة في هذه المنطقة هناك تحرك احتجاجي اجتماعي وربما يطول هذا التحرك إذا لم تعالجه يعني إن كان الملك أو إن كانت الحكومة الموجودة ولكن أنا أعود لسيد ناصر الزفسافي ربما تعرض كما يقول لهذه الانتهاكات ومن حقه أن يطالب يعني بإجراءات ضد من فعل هذا الفعل لم تتحرك لا لا من حقه ومن حق المنظمات داخل المجتمع المدني المغربي يجب أن يتحرك لحفظ يعني كرامة المواطن المغربي ولكن هذا لا يدفعنا لا يدفعنا بأن نضع المسألة وكأنها قضية سياسية كبرى هناك خصومة سياسية لأن هناك أزمة سياسية أيضا خانقة داخل الحكم في الجزائر هناك يعني ملفات في المغرب عفوا فهذا الملف ربما يغطي على ملفات أخرى فبالتالي التسليط الضوء على ملف الزفسافي وما وراءه يترك نفس للحكومة لكي لا نطالبها بمعالجة الآخر يتعلق بحضور مراقبين دوليين فهمنا الفكرة ووصلت أستاذ مكاوي يعني المحاكمات كانت بحضور مراقبين دوليين ومنابر إعلامية وطنية ودولية إلى أي مدى يمكن أن يؤثر ذلك على القضية قضية الزفزافي التي أخذت كما ذكرنا بعدا سياسيا وتخطية واسعة من الإعلام الدولي خاصة ربما نعم لها بعد كبير جدا لأنها تساهم في تدويل القضية نعم وهنا علينا أن نفهم أنه لا يوجد فصل بين هذه الملفات واللب السياسي المشاكل الإنسانية عندما تستفحل ولا تعالج تصبح سياسية المطالب الفئوية عندما لا تعالج تصبح سياسية المطالب الهويتية عندما لا تعالج تصبح سياسية فعندما لا يفصل الحاكم في الملفات ولا يفرض نفسه تسيس العاهل المغربي للأمانة تدخل وأقال العديد من المزراء نعم أقال ولكن لم تكن هناك الإجراءات هو ملك يمكن أن يقيل بكلمة وبسبابته ولكن الإجراءات العملياتية السياسية المحضة هل قامت هل هناك جهات وكلت لديها لها خطوات لكي تحل الأزمات لا لا يوجد عندما أبجي في طريق الجنوب في الريف لا يوجد حتى الإمارة لا توجد حتى العمل يعني أرضو عليك أنا لا أريد هنا أن أدخل في نقاش بيزنطي أنا لا أريد أن أقول أنه المخزن والذلك يجب عليه أن يتحمل مسؤولياته في المسألة الحقوقية وإلا فإنها تصبح سياسية وإذا أصبحت سياسية ستصبح دولية كذلك والباب هنا للتدوير هو طبعا المراقبون الأمميون نعتقد أن السلطة القضائية تقوم بتحريات لازمة لماذا لم تقوم بها؟ هنا نتائج لأن القضاء لا يسير ببلغات إعلامية يا أخي هذا آم كامل أنا اسمح لي آم كامل لا تصريحة الأسبوع الماضي لا اعتقل زفزفي عن كامل أين هي التقارير أين هي الملخصة أجيب لا المعالجة هناك إجراءات في الميدان تقوم بها الدولة اقتصادية واجتماعية ينبغي أن نفكك هذه الألغام التي تحاول بعض الأطراف استغلالها لا 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 ما هي الأطراف؟ لغة خشبية عفوا لا لا اسمح لي نمر إلى ملف تونس فإن الدولة نحن مع يعني أن يطوى هذا الملف في أسرع الملك بإمكانها وصلت الفكرة نمر إلى ملف تونس حتى يأخذ هذا كلف حقا المشكلة هو أن الملك يقول كلما ويلفت شيء آخر من هذا المتدأ الإصلاحات هي فقط كلام ولا يجد شيء ملموس السلطة القضائية مستقلة ونزاعة الأسرع في جهورية الموزية أجوكما نمر إلى ملف تونس زعيم حركة النهضة زار مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل على رأسي وفد والتقى فدريكا موغريني لقاء تناول الانتقال الديمقراطي في تونس ودعم الاتحاد الأوروبي لهذا المسار راشد الغنوشي عفوا ركز من جانبه على دعم حركة النهضة لجهود الحكومة في تعميق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي وفي هذا الملف أبدأ معك أستاذ عماد الدين هل هذا اللقاء يأتي في إطار اعتذار الاتحاد الأوروبي من الاتهامات التي جاءت على لسان ممثله في تونس بأن حركة النهضة تابعة للإخوان المسلمين وهو ما تفنده الحركة لا أظن المهم أن هذا اللقاء هو لقاء مهم جدا على المستوى الشخصي للأستاذ راشد الغنوشي الذي بدأ في مراحله الأولى كداعية إسلامي في الستينات والسبعينات ومعارض لنظام الجمهورية ونظام برقيبة ثم نظام بن علي ثم جاءت الثورة فوضعت حركة النهضة أو الحركة الإسلامية أو الإسلاميين مباشرة في الحكم وبالتالي أصبح الأستاذ راشد الغنوشي يلعب دور يعني إن كان على مستوى تونس أو إن كان على مستوى الإقليم دورا مهما في التجاذبات الإقليمية والدولية نحن لا يجب أن ننسى ما وقع في ليبيا وما وقع في سوريا وما وقع في مصر ودور راشد الغنوشي في كل هذه الملفات وأيضا الاتحاد الأوروبي بدوله المعروفة كفرنسا وبلجيكا وبريطانيا وغيرها كان لها الدور المهم في كل هذه الملفات فبالتالي هذه الزيارة هي تتويج للعلاقة المميزة التي يملكها الأستاذ راشد الغنوشي مع الاتحاد الأوروبي فبالتالي لها رمزية كبيرة لها رمزية في حضور الاستاذراش الغنوشي إلى بريكسيل ولها رمزية في التوقيت أيضا نحن لا ننسى أن لدينا انتخابات بلدية قادمة ولدينا انتخابات رئاسية قادمة والاتحاد الأوروبي لديه 80 مراقبة نعم وبالتالي هذا يدعم بأن حركة النهضة أصبحت جزءا لا يتجزأ من إدارة الحكم في تونس وحتى كإسلاميين في الأقليم إن كان في ليبيا أو في الجزائر أيضا فبالتالي بالحقيقة هذه الزيارة هي التكريب لحركة النهضة الراشد الغنوشي أكثر منها أن زيارة عمل أستاذ مصعب الغنوشي حضامو جريني على سحب تونس من القائمة السوداء لدول الأكثر عرضة لطبيض الأموال وتمويل الإرهاب يعني أن تأتي الدعوة من حركة النهضة إلى أي مدى يمكن لها أن تلقى صدن؟ طبعا يمكن أن تلقى صدن لأن الغنوشي هو أحد أقطاب الممارسة السياسية الفاعلة في تونس طبعا هناك نقطة حركة النهضة والإخوان التي ستثار حتما لأن الكل يعرف أن النهضة قامت بمراجعات داخلية أصبحت بمجيبه حزبا علمانيا غير لائكي ولكن علماني يفصل الدعوي عن السياسي كذلك هناك بعد آخر لهذه الزيارة هو أنه يعرف جيدا الغنوشي أن هناك منطق في أوروبا يلزم ما يوصف بالفصل الحضاري والذي عاد تفعيله نيكولا ساكوزي في 2009 بمبادرته حول الاتحاد من أجل المتوسط بمجيبه تبقى الدول الأوروبية دائما تزعزع المسارات الديمقراطية في بلدان الجنوب لذلك فهو سيشدد على أنه من كان يريد خدمة مصلحتها الداخلية من محاربة إرهاب من محاربة هجرة غير شرعية وباقي الملفات عليه أن يدعم المسار التونسي وعليه أن يوفي بتعهداته لأن الاتحاد الأوروبي قدم تعهدات أيضا لتونس ولكن لم يلتزم بها لحد الآن أستاذ عبد الرحمن هل سينجح الغنوشي في دعم هذه الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي؟ لا أعتقد ذلك لأن سيد راشد الغنوشي يحاول تلميع صورة حزب النهضة ولكن يواجه من طرف معارضة كبيرة من بعض الدول الخليج التي لها تأثير مباشر على الاتحاد الأوروبي فالاستثمارات الضخمة التي انتدرتها تونس منذ طورة الياسمين لم تصل بعد نظرا لمعارضة دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين فراشد الغنوشي يحاول أن يتنازل الاتحاد الأوروبي لكي العبد الوسيط مع صناديق السيادة فهذه السناديق لا زالت تتشكك في حزب النهضة ولا زالت ترى أنه استغل هذه الطورة وركب عليها وقسمها مع قدماء بن علي وترك الشعب الآن الموجات المتتابعة للربيع العربي لم تنتهي بعد ورأينا الهزات التي وقعت في القسرين وهناك شرخ ما بين منطقة الساحل في تونس وكذلك منطقة الداخل لازالت تعيش فقرا متعا وهذا ما يجعل أن هناك تونس نافعة وتونس غير نافعة وراشد الغنوشي عوض الاهتمام عوض الاهتمام بداخل تونسي اهتم منذ طورة اليسامين في كيفية تقسيم السلطة وحكم نعم هي الملاحظة لأهمية الزيارة بأن الاتحاد الأوروبي في حاجة إلى حركة إسلامية في الحكم يعني لتمتين هذه الحركة في ليبيا والجزائر عماد الدين الحمروني مستشار وخبير في الجغرافية السياسية في باريس شكرا جزيلا على حضورك معنا إلى جانبك مصعب حمودي باحث في العلوم السياسية شكرا جزيلا على المشاركة وفي الجهة المقابلة الأستاذ الجامعي والخبير في شؤون الأمنية والاستراتيجية عبد الرحمن مكاوي شكرا جزيلا لك في ختام هذا النقاط شكرا جزيلا لحسن المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة